موسيقى مشاهدين الكرام أهلا بكم وحلقة جديدة وعبادة وحياة مازلنا مع أيام الشهر الفضيل نتحدث حول ما نعيشه في حياتنا وكيف يمكن أن نعظم الاستفادة من هذا الشهر الجميل ويصبح عادة وعبادة على مدار العمر وليس فقط شهر في العام معنا في هذه الحلقة ديف عزيز جدا على برنامج عبادة وحياة وهو الأستاذ باسل نمرة المتخصص في الشؤون والإرشاد النفسي والمجتمعي أهلا بك أستاذ باسل أهلا بك وكل عامه أنت بخير وأنت بأرشي خير إن شاء الله وشهر فضيل علينا وعليكم إن شاء الله رب الله أطول أنا الحقيقة أدخل في الموضوع مباشرة يعني مع كل مشاغل الحياة ومع كل ما نعيشه من ضغوط على مدار اليوم أحيانا من ينشئ عائلة جديدة يهمل إلى حد ما عائلته القديمة والأب والأم وربما يلتقون مرة كل أكثر من أسبوع أو حتى مرة بالشهر ولكن يأتي الشهر الفضيل ليقول أننا لابد أن نتجمع من جديد يعني هل تعتقد بالفعل أن الحياة أخذتنا إن هذه الدرجة من أبائنا وأبنائنا بعد إن شاء عائلة جديدة؟ للأسف الحياة جديدة، المشاغل، الشغل، العمل، ظروف الهجرة والرجوء أخذتنا كثير عن أسرتنا الأساس اللي هي والدتنا اللي هي جابتنا على هي الحياة والحمد لله أن هذا الشهر الفضيل عم يتكرر معنا كل سنة مش هل نرجع لهذه الأساسة نرجع نتذكرهم، مو بس نتذكرهم، نرجع نعيش معاهم نرجع نعطيهم حقهم اللي نحن مقصرين فيه كثير يعني الحقيقة أنا لأ أجرؤ على اتهام الأبناء بأنهم يقومون بعملية الإهمال عمدا يعني مشاغل الحياة بالفعل ليست جيدة هل تعتقد أن هذه الانشغلات الكثيرة وسرعة الرتم في أيامنا أصبح مرض بالفعل؟ مرض وكبير، مرض وكبير يعني بيقول لك الأبن يا دو بلحق يا دو بلحق أكل الأولادي، مصاريف المدارس، مصاريف الجامعات فلازم أرقد، فبيظل هالرجل بينسى كثير شغلات ومن ضمن أسرته، من ضمن أبو وأمه بدون أصد، لكن عم ينساهم لأنه رتم الحياة سريع لازم يؤمن كل شيء للأبناءه، للحياة الجديدة، للزوجته، للبيت، هذا شيء طبيعي فبينسى أهم شيء لهن أبو وأمه يعني ربما نكرر نحن في أيامنا العادية نقول أنا وكلما يتقدم بنا العمر نعود صغار من جديد وخاصة بعد سن معين وبعد لا نستطيع الحركة والقدرة على الذهاب والمجيء هل بالفعل هذه المقولة صحيحة بالنسبة للأب والأم اللي هما الأجداد والجدات بالنسبة للأبناء الصغار؟ أكيد لأنه هذول في عندهم مشاعر في عندهم عاطف بيشتاؤوا لأبنهم بيشتاؤوا لأبنهم اللي عم بيشوفوه كل شهر مرة كانوا أيام كل ثلاثة شهر وأربعة شهر مرة لا وين هو أبنهم؟ يعني بيتمنوا يجي رمضان لحتى يجي يأكل معهم على الصفرة واحدة مثل ما كانوا أيام زمان فبيستنوا رمضان باللحظة أنه أكيد برمضان حييجي ويفطر معنا هو وعائلته ويجيب ونذكر أيام زمان وقال كنا كلاتنا نعود على الصفرة واحدة يعني وهل هذه الحساسية المفرطة التي تأتي يعني في المنتصف بالنسبة لمن يمرون بهذه الأعمار وخاصة بعد سن ستين هل هي طبيعية ومقررة في كل البلدان أم فقط لدينا في المجتمعات العربية؟ هلأ شوي بالمجتمعات العربية نحن عنا هيه لأنه نحن عنا ترابط الأسر أخوة وهذا الشيء صحي عبقى ما هو الشيء بالعكس مر بالعكس الشيء صحي أنه ترجع تتلم الأسر لأنه فيه طاقة روحية كتير تنعطم الأسر أنا إذا كنت عبان بشغلي إذا كنت مدى إذا عندي مشاكل ساعة تبلجأ لأسرتي كتير تجيني طاقة أنه حل هاي المشاكل فالشيء صحي وشيء رائع ويجب نستغله يعني نستفيد منه تمام يعني دعنا نقول أن المعدل الصحي تقريبا للتعامل مع الأباء والأمهات بعد إنشاء أسرة جديدة يعني يتكرر لابد أنت تتكرر الزيارة كل فترة يعني أقل الشيء بالأسبوع مرة أقل الشيء بالأسبوع مرة وشهرين وثلاثة طيب والدت يعني تفضل أن يكون هناك بعض الأشياء التي يجب مراعتها قبل زيارة الأب والأم في منازلهم؟ أكيد يعني نحن الشغلات البسيطة بتذكر أنا والدي يعني والدي شو بيحب مثلا بيحب برمضان التمر فأنا رفايت في الأمرة ما هي عصير تمر تمر هندي أو العرق سوسي بيحبه بتحبه والدتي إنه تشربه برمضان شيء صغير وشيء ما أنا مكلف هذا الشيء يعني بيخلي والدي والدتي إنه إنه أبنا متذكرنا ابني متذكر أنا شو كنت بحب طحية وربما تكون الأشياء الصغيرة جدا التي ستحملها إليهم في هذه الزيارة البسيطة هي كبيرة جدا عندهم يعني ربما أيضا يعني الأباء والأمهات أو الأجداد والجدات يسعدون أكثر بأبناء أبنائهم أو بنات أبنائهم يعني هذه الألاقة الخاصة جدا بين الأحفاد وبين الأجداد يعني كيف ترعها؟ هو المثل العام بيقول ما أغلى من الولد إلا ولدي قلت فهدول بيشوف فيهم حالهم بيقول لك أنا بشوف حالي بالحفيد وغالبا اللي هو بيكون أخصوص إذا كان اسمه مثل اسم الأب يعني الابن مسمي ابنه على اسم والده فهو بيشوف حاله فيه بيقول لهم هذا حصتي ما حد يقرب لي عليه هذا إلي هذا أنا بيشوف حاله هو وزريه بيذكر المشاهد هو وزريه وحتى بيحاول هو شو تربي الأب هو وزريه يربي حفيده عليها صحيح وربما يكون هو أيضا يعني خرج من دائرة الضغطات والحياة ويصبح محبة بلا ضغوطات للحفيد فاصل قصير ونعود لنعرف كيف يمكن أن نصلح هذا الخلل الذي أصاب رغما عنه العلاقات مع الأباء والأبناء فاصل ونلتقيه وعبادة وحياة أهلا بكم من جديد وما زلنا مع ضفنا الأستاذ باسم نمرة وحديث حول كيف يمكن أن نعظم الاستفادة من الشهر الكريم ونعود مرة أخرى إلى هذه العلاقات الأسرية الجميلة التي تجمعنا بالأباء والأمهات بعد الزواج وتأسيس بيت جديد هل تعتقد أن هناك خطوات معينة يمكن أن نتزم بها بالشهر الكريم؟ يمكن أن نتعود ونعود من جديد يعني قريبين؟ أنا طرح ما بلجت بهذا الشهر أنه فعلا خلاص قصص يوم بالأسبوع لروح زورهم لروح أفطر معاهم أخذ أسرتي لعندول فخلينا هاي القطرة اللي هي بسيطة جداً اللي هي بساوية بعطلة يوم العطلة كرة بعد رمضان تضل بعد رمضان تضل أن أسبوع طالعهم مشوار صغير مشوار صغير على الحديقة العامة ممكن خليهم ينبسطوا خليهم يرتاحوا نفسياً ساعة اللي بيشوفوني أنا بولادي هدول الأب والأم اللي تقاعدوا من شغلهم بعدما تعبوا واستهلكوا حياتهم وأعادوا بالبيت ليش ما نحافظ على هاي العادة اللي هي زيارة مرة واحدة بالأسبوع مرة روح أنا عندهم مرة يجيبوا اللي عندي على البيت مرة نطلعنا وياهم مشوار حديقة العامة كتير حنو أنه استفيد من الطائر وحانية وإلا لبعد رمضان هاي طيب يعني دعنا نقول أن الحالية ليست مفروشة دائماً بالورود وغالباً ما نسمع عن المشكلات التي تحدث بين زوج الإبن وعائلة الزوجة أو زوجة البنت وعائلة الزوج يعني هذه العلاقة يعني الحما والحماه كما يقال يعني إن كانت هناك مثل هذه الخلافات كيف يمكن إصلاحها في شهر رمضان من وجهة نظرك من خلال وشدة بسيطة قابلة للتنفيذ الحقيقة الوشدة البسيطة أنه خليني نصفر العداد مت المرؤولة قبل رمضان إجا رمضان أنا كل شي في عندي مشاكل خلاص قبلش صفحة جديدة أنا شهر فضيب شهر عم يعطيني طاقة روحانية شهر في عبادة كتير قوية صفر العداد وشوف هل بهذا الشهر إذا فعلا أنا تعاملت مع الإنسان اللي بيني بينه قمة المشاكل هل حيصي في مشكلة؟ لا إذا عاملت معه فعلا بروحانية هذا الشهر ما حيصي أبدا برم مشاكل طمام ما حيصي مشاكل أصبح كمل هذا الشي لبعد رمضان كمل هذا العداد المصفر بعد رمضان شي بتي حلو حيصي البداية كيف تكون يعني دعني سياسة تصفير العداد كما أطلقت عليها لابد أن يكون لها خطوة بالبداية تمام الخطوة أني أنا يوحل عنده هل تكون من الزوج مثلا الحديد خاص مع الزوجة التي لا تريد أن تذهب إلى أهل الزوج الحقيقة البداية هي بتصيب بشغلة كتير بسيطة نحن موجودة بإعاداتنا عربية هو اليوم مرمضان بيجتمعوا الكل العائلتين على مائدة صفرة وحدة فهي الاجتماع على مائدة صفرة وحدة بأول يوم مرمضان والكل اللي عم بيبارك لبعضه بها الشهر الفضي هم كما بقولوا بتصفي الأنفس صفيها بشكل كتير تجير هذا الاجتماع اللي هو عم بيكون على ساعتين الضفور وبعدها بيقوموا غالبا بيصلوا تراويح جماعة مع بعضهم هذا الشيء بيخلي النفوس كلها تصفر من هون نقطة البداية خليني كفية لبعض الوامضان كله لبعض الوامضان حيث يعني إذا كانت نقطة البداية بهذه السهولة وإذا كان الرسول عليه أبدال الصلاة والسلام قال ليس منا نظر إلى كيف هي كبيرة هذه الكلمة ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ومع اختلاف النصوص إذا التوقير الكبير يعني هو أساس من الأسس الخاصة جداً من الإسلام يعني إن تم تطبيق هذه القاعدة هل تعتقد أن مجرد التوقير يمكن أن يصنع قرب في المسافات؟ بيصنع لأنه أنا بيريحني نفسياً أنا ساعة بقدم للكبير الاحترام أنا حأرتاح من جواه وحيجي الأصغر مني كمان يقدم لي الاحترام يعني الحياة هي بقوله متل ما بتعطي بتاخد أنا ساعة اللي حقدم لوالدي احترمه لحماي أبو زوجتي حا احترمه حيجي الأصغر مني حيجي أي شيخ أصغر مني كمان يحترمني فهون ساعة بتكون علاقة متبادلة الاحترام أنا بيحترم الأكبر مني والأصغر مني بيحترمني الأنفرس كل لحظة صافة يجب نكسب الطاقة روحانية بهذا الشهر هاي نقطة كتير مدئة عنها هاي يعني التقليد هو عادة من عادات الأبناء بالنسبة للأبناء يعني كيف يمكن أن يصنع الأب أو الأم نموذج جيد أمام أبنائهم في كيفية التعامل مع الأباء والأمهات هل تعتقد أن هذه العملية يمكن تنفيذها بشكل سهل الآن في هذه الأيام؟ هي مو سهلة لكن بالنفس الوقت ما هي صعبة أنا كتير أبنائي بيشوفوني أنه ما بروح لعند أبي فبالأيام هنما حيبلشوا يسمعوا كنتي بينما ساعة لأنا كل أسبوع عم فاجئون أني أنا عم بروح زور والدي والدي مرع مرع هنما حيقول خذني معاك هيتذكروا ساعة حيكوروا أنه فعلا أنا كنت عم بروح على والدي والدي وهنما مهما بتعادوا على الإنترنت حيزوروني وسائل التواصل حيزوروني لأنه أنا كنت عم زور والدي والدي حيتصفي بعقلهم مبرمجة هاي القصة والعكس صح ساعة حيشوفوني أني أنا بقطيع مع والدي والدي فهنما حيكوني بالقطيع صحيح مية في المية يعني هذه الأشياء تقلد وتبقى معهم على مدار العمر على الجانب الآخر نحن قلنا أنه عندما نكبر في السن نجد أن الحساسية المفرطة بدأت في الظهور وأيضا ربما مع وجود الأمراض ويعني هجومها على الجسم الإنسان يصبح أقل صبرا ويصبح يغضب إلى أقل الأسباب يعني كيف يمكن أن تقدم نصائح لتحمل هذه الغضبة من الكبار بالنسبة لأبناء هلا بالنسبة للكبار قد ما كنت بدغوطات وطبيعي مثل ما ألتي حضرتك أنه أنا المرض بعصبني السكر الضغط كذا بهذا الشهر الفضيل امسك المصحف امسك المصحف أنت كشخص كبير قاعد بالبيت وضغوطات وما هتعملوا امسك المصحف وبلا شئر تلاقي نفسك ارتاحت حتى لو كان في سبب مرضي بيمنعك أنه الصوم ما في سبب بيمنعك من أنه تمسك المصحف الشريف تبلش تقرأ آياته الكريمة هتبلش بهذا الشهر الفضيل تحديدا يعني إنت ما قرأته هترتاح بس بهذا الشهر الفضيل الروحانية هتكون زائدة هتبلش ترتاح نفسيا ابنك ما بادر واجه انت اتصل فيه انت اتصل فيه ما حتمرك الضغوطات بظل يعني متبقول العقل من الكبير انت اتصل فيه وبادر طب وهل على الصغير في هذه الحالة الابن أو الابنة أنهما يتعاملوا أيضا من جهتين بشكل معين تنصحهم فيه تمام هوني أنا قدمى والدي كان معصب لازم أعرف انه هذا شخص كبير بالعمر تعرض بالحياة وشاف بالحياة كتير قصص وكتير شغلات وهلأ قاعد بالبيت محبوس بمرضه وبتعبه قدمى تعامل معي بعصبية لازم أنا أمتص بالنهاية هذا والدي هاي والدي هذا عمي ابو زوجتي ويوجه الكبير بالعمر ويوجه شاف في حياته كتير لازم متعامل معه أطول بالضحكة بالبسمة مهما عيط مهما عصب عليك أعتقد ممكن يخلق أسرة سعيدة ومتربطة بشكل كبير تمام نحن ما نعايشين بالمدينة فاضلة لكن فينا نخلق بقلب أسرتنا مدينة فاضلة وأسرة فاضلة على أقل تقدير يمكن أن ترتاح في هذا البيت الصغير الذي صنعته لنفسك ومع العلم أن هذه الأشياء ترد في الدنيا كيف ستعامل؟ أبوك وأمك سترد إليك في الدنيا وأتمنى أن ننتبه إلى هذه الجزئية لأن الأبناء يشبون على ما رو أبائهم وأمهتهم يفعلونه نصيحة أخيرة تقدمه أستاذ باسر كن عطول مع أسرتك افصل بين أسرتك وعملك ستدخل البيت ارمي مشاكل عملك خارجا كن مع أسرتك إنسان بسيط جدا إنسان مكسم جدا عطيهم طهار إيجابية كل ما عطيت طهار إيجابية لأسرتك أنت حتى أخذ طهار إيجابية أكثر أستاذ باسم نمرة أنا بشكرك جدا على هذا الحديث البسيط وربما يغير الكثير في نظر من يسمعنا الآن شكرا جزيلا لك شكرا 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 لك ورمضانك كريم شكرا انتهت هذه الحلقة من عبادة وحية غدا موضوع جديد وربما هذه اللفتات الصغيرة ستصنع الكثير إن انتزمنا بها في هذا الشعر الفضيل وإلى اللقاء غدا نلتقي بإذن الله اشتركوا في القناة